اوض بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صلي على محمد وآل محمد قال رحمه الله ثم إنه يمكن أن يقرر المنع عن الرجوع إلى الميت في جواز البقاء وعدمه بوجه آخر خلاصة هذا الوجه الآخر الذي أفاده رضوان الله تعالى عليه يقول رحمه الله أنه لا مجال لإفتراض الرجوع إلى الميت في إثبات حجية فتواه لا يجوز الرجوع إلى جواز تقليد الميت لإثبات جواز تقليد الميت لأن ذلك يستلزم الدور الواضح عندما نفترض أن جواز التقليد معلق على جواز التقليد هذا دور واضح لأنه يعني توقف الشيء على نفسه وتوقف الشيء على نفسه محال لا يعقل أن يقول له ماذا أن يقال يجوز لك تقليد الميت بمقتضى فتوى الميت بأنه يجوز تقليد الميت هذا لا يمكن لأنه يستلزم الدور طيب إذا كان هذا يستلزم الدور فنحن نقول يمكن أن يقال هكذا يمكن أن يقال أننا نستند إلى رأي الحي لإثبات جواز تقليد الميت فنرجع إلى الميت استنادا إلى فتوى الحي وليس استنادا إلى فتوى الميت قل أيضا إجازة المحال غير موافقة للحكمة منافية للحكمة إجازة المحال تشريع المحال غير معقول على المشرع الحكيم الله سبحانه وتعالى كيف يجعل هذه الفتوى فتوى الحي التي تقول لك يجوز لك تقليد الميت في مسألة جواز تقليد الميت هذا غير معقول لأن تقليد الميت في مسألة جواز تقليد الميت الرجوع في جواز تقليد الميت إلى ماذا؟ إلى قول الميت الذي يقول بجواز الميت لاحظون هكذا هذا محال لأنه يستلزم الدور لأنه يستلزم توقف الحجة على نفسها توقف الحجية على ماذا؟ على نفس موضوعها على موضوع الحجية ولا يعقل أخذ الحكم في موضوع نفسه لا يعقل أخذ الحكم في موضوع نفسه هذا ممتنع كما ذكر مفصلا في بحث الأصول أشكال الشيخ الأنصاري إشكال والشيخ صاحب الكفاية ذكر إشكال الجماعة أيضا قرروا هذا الإشكال المهم هكذا المهم أنه في المقام لا مجال للبناء على ماذا؟ على الاحتجاج بجواز تقليد الميت استنادا إلى فتوى الميت بجواز تقليد الميت يعني يستلزم ماذا؟ يستلزم أن الميت يجعل الحجية لنفسه هو يجعل الحجية لنفسه والحال مفروض أن الحجية لابد أن تعرض على الأشياء من خارجها لا يعقل أن تكون الحجية مستنبطة ومستفادة من موضوع نفسها هذا غير معقول قلنا لأنه يستلزم الدور المحال يستلزم الدور المحال طيب ذاك الإشكال الثاني يقول نحن نرجع إلى الحي لا نريد أن نرجع إلى الميت مباشرة ونثبت ماذا؟ جواز تقليد الميت لا نحن نرجع إلى الحي الحي قال لنا يجوز تقليد الميت فقلدنا الميت في جميع المسائل بما في ذلك مسألة جواز تقليد الميت قل هذا أيضا محال لأنه إذا كان الرجوع إلى الميت في مسألة تقليد الميت محالا فإجازة المحال أيضا ماذا؟ محال على الحكيم المشرع الحكيم لا يعقل أن يشرعه ماذا؟ ما يستوجب المحال لا يعقل أن يبيحه وأن يجيزه ما هو محال واضح؟ لأن المكلف بعد أن يرجع إلى الحي فيقول له يجوز لك البقاء على تقليد الميت هو هم يرجع إلى الميت في جميع المسائل بما فيها مسألة جواز تقليد الميت هذا معنى حصل المحال لأنه رجع إلى الميت في جواز تقليد الميت استنبط واستفاد جواز تقليد الميت من قول الميت بجواز تقليد الميت يعني أن الميت هو أثبت الحجية لفتوى نفسه الفتوى فتوى الميت أثبت الحجية لنفسها وهذا محال لا يعقل استفادة ماذا الحجية من موضوع نفسها لا يعقل استفادة الحجية من موضوع نفسها لا يمكن توقف الشيء على نفسه لا يمكن أن يكون الشيء علة لوجود نفسه وأن يكون مستندا لوجود نفسه هذا ما معقول لا يعقل لابد أن يكون مستنده من خارجه لابد أن يكون دليله من خارجه أن تكون علته من خارجه واضح؟ هكذا طيب إذا كان كذلك فتشريع هذه الإجازة تشريع هذا المحال تجويز وقوع هذا المحال محال على الحكيم والمفروض أن الذي يعطي الحجية لفتوى الحي من هو؟ هو الشارع الحكيم الشارع الحكيم لا يعقل في حقه أن يجعل الحجية لما هو محال أن يجعل الحجية لما يستوجب المحال لما يجيز المحال أيضا غير معقول هذا لا أن يجعل المحال مباشرة ولا أن يجعل الحجية لما يجوز وما يسوغ المحال أو ما يسوغه ارتكاب ما هو محال غير معقول هذا واضح؟ فعلى هذا الأساس نقول أنه لا مجال للرجوع إلى ماذا؟ حتى إلى فتوى الحي لإثبات جواز الرجوع إلى الميت في مسألة في مسألة البقاء على تقريد الميت هذه المسألة لا يصح الرجوع فيها نعم يصح الرجوع إلى الميت في باقي المسألة يجوز أن نرجع إلى الميت في مسائل الصلاة في مسائل الصيام في مسائل الحاج في مسائل الديات في مسائل القصاص في مسائل ماذا؟ المعاملات لا مانع لا يوجد مانع من ذلك ولكن أن نرجع إلى الميت في تسويغ وفي تجويز الرجوع إليه استنادا إلى فتوى بذلك هذا ميصي هذا محال وتجويزه من خارج تجويزه تجويز هذا المحال أيضا محال على الحكيم على المشرع الحكيم محال أنه خلاف الحكمة مع معنى أن يجوز شيء محال لا معنى لتجويز المحال واضح؟ هذا ما يفيده يقول هذا من قبيل من قبيل ما جاء في ماذا؟ في بحث خبر الواحد هناك بحثوا مسألة قالوا أن حجية الخبر المباشرة لا غبار عليها لا إشكال فيها ولكن حجية الخبر مع الواسطة تستلزم أن يكون أن تكون حجية الخبر ماذا؟ موجبة لإثبات موضوع حجية الخبر كيف؟ يقول لأنه الخبر المباشر لنفترض محمد بن مسلم الحلبي الحلبي فرضا الحلبي غير محمد المسلم الحلبي يروي مباشرة عن الإمام عليه السلام هذا نقرأ لكم سند الآن يقول مثلا علي بن إبراهيم عن أبيه وهو إبراهيم بن هاشم واضح؟ عن ابن أبي عمير عن حمد عن الحلبي الآن عندنا هذه مجموعة مجموعة رواة كلهم مع الواسطة لأن من يروي عن أولهم هو الكلين صاحب الكافي رضوان الله عليه هو يروي عن علي ابن إبراهيم عليهم يروي عن أبي أبوهم يروي عن ابن أبي عمير ابن أبي عمير يروي عن منه؟ عن حمد وحمد يروي عن الحلبي لا إشكال في حجية ماذا رواية الكلين كلام الكلين ثقة هو ثقة فإذن كلامه ماذا حج يثبت لنا يثبت لنا رواية علي بن إبراهيم كما لا إشكال في صحة الاستناد إلى نفس خبر الحلبي لو أننا كنا نعيش في زمان الحلبي وسمعنا مباشرة من الحلبي أنه يقول قال الإمام الصادق كذا لا مانع قال الإمام الباقر كذا جيد لا مانع لماذا؟ باعتبار أنه لا توجد واسطة بين الراوي وخبر الثقة وبين المطلوب لا يوجد بينه وبين المطلوب شيء آخر أما إذا كان هناك واسطة ما هي الواسطة؟ هي خبر آخر هي خبر ثقة آخر لاحظتوا؟ فماذا يحدث عندنا؟ الذي يحدث عندنا هو أن خبر الثقة السابق يثبت وجود خبر الثقة اللاحق عندما يثبت وجوده يأتي الحكم بحجية خبر الثقة يأتي الحكم بحجية خبر الثقة فنقول أن الخبر الثاني الواسطة علي بن إبراهيم مثلا نحن في مثال علي بن إبراهيم واسطة بين الكلين وبين هذه الرواية بهذا السند صحيح؟ هذا علي بن إبراهيم بماذا ثبت قوله أصلا؟ نحن لم نسمع من علي بن إبراهيم نسمعنا من الكلين وصلنا كتاب الكافي بالتواتر ما عنا مشكلة في ماذا؟ في رواية الكافي ولكن الكافي روى عن علي بن إبراهيم فرواية علي بن إبراهيم إنما تثبت لوثاقة الكلين لأن الكلين ثق أثبت لنا ماذا؟ أثبت لنا هذا الموضوع وهو وجود وجود رواية علي بن إبراهيم أن علي بن إبراهيم قال عن أبي عن إبراهيم بن هاشم عن ابن أبي عمر عن فلان عن فلان عن الحلبي قال الإمام الصادق فرض إذن هذه الرواية وجود هذه الرواية مستند علم إلى حجية خبر الثقة لأن الكلين ثقة فبوثاقته أثبتنا وجود رواية علي ابن إبراهيم لما كان علي ابن إبراهيم ثقة أيضا فإذن يندرج تحت حجية خبر الثقة فيكون حجة ومعنى ذلك أن خبر علي ابن إبراهيم استندنا في وجوده وفي حجيته في موضوع الحجية وفي نفس الحجية إلى ماذا؟ إلى دليل حجية خبر الثقة فحجية خبر الثقة أثبتت لنا وجود الخبر وأثبتت لنا أن هذا الخبر حجة واضح؟ هذا أيضا قد يقال أن هذا أيضا يستلزم الدور لأن حجية الخبر هي التي تتوقف على ماذا؟ تتوقف على حجية الخبر لأن حجية الخبر أثبتت وجود عليه وجود هذا الخبر وجود هذه الرواية وهذه الرواية لما كانت خبر ثقة اندرجت تحت حجية خبر الثقة واضح؟ وهذا محال قالوا أن هذا محال لكن في تلك المسألة في مسألة خبر الواحد والخبر بالواسطة قالوا بأن الإشكال محلول الإشكال مندفع لماذا؟ لأنه في حقيقة الأمر أن هذا العنوان أن هذه الحجية ترجع إلى الحجية بنحو ماذا؟ بنحو القضية التي تنحل إلى قضايا جزئية يعني عندما يقول خبر الثقة أو أخبار الثقات حجية أخبار الثقات حجية يعني ماذا؟ يعني أن خبر الكلين لأنه ثقة حجية وخبر علي بن إبراهيم باعتبار أنه ثقة حجية وخبر فلان وخبر فلان وخبر فلان وخبر الحلبي حجية فإذن هو ماذا؟ إذن يكون هو عبارة عن حجج متعددة نحن لدينا حجج متعددة بعدد هؤلاء الثقات لدينا حجج متعددة بتعدد هؤلاء الثقات بينما في مسألة ماذا؟ في مسألة الرجوع إلى المجتهد في مسألة الرجوع إلى المجتهد ليست لدينا قضية ماذا تنحل إلى قضايا جزئية وإنما عندنا حكم كلي ينطبق على أفراد هناك فرق بين القضية الخارجية وبين القضية الحقيقية القضية الحقيقية تنطبق على أفرادها قهرا عندما يقول لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا هذه قضية حقيقية يعني أفترض الموضوع فيها مقدر الوجود كلما وجد إنسان مستطيع على الناس كلما وجد إنسان مستطيع يجب عليه الحج واضح؟ هكذا إذن هو مقدر الوجود وليس بنحو القضية الخارجية أما عندما يقول وقفت داري وقفت داري على مثلا على أولادي وأولادهم وذراريهم حتى يرث الله الأرض ومن عليها ماذا يحدث؟ هذه قضية خارجية لأن الأولاد وجود خارجي هؤلاء منظورون بلحاظ بنحو النظر الخارجي بنحو القضية الخارجية وليس بنحو القضية الحقيقية قضية الافتراضية وإنما بنحو القضية الخارجية يعني هؤلاء الأولاد وأولادهم وأولاد أولادهم وهكذا واضح؟ ومن هنا يكمن عندنا فارق بين مسألتنا التي تكون على نحو ماذا؟ على نحو القضية الحقيقية وبين مسألة خبر الواحد التي تكون بنحو القضية الخارجية هناك بنحو القضية الخارجية التي تنحل إلى أجزاء إلى أفراد كل فرد ثقة ماذا؟ خبره حج بينما في مسألتنا لا أحنا لدينا حكم كلي أن البقاء على تقليد الميت حجة البقاء على تقليد الميت جائز هذا العنوان هذا العنوان عنوان كلي ينطبق على أفراده بنحو القضية الحقيقية وليس بنحو القضية الخارجية إذا كان كذلك فإذن المستفاد من قول الحي هو نفسه المستفاد من قول الميت الميت عندما قال يجوز تقليد الميت والحي عندما قال يجوز تقليد الميت هذه قضية واحدة لا يثبت عندنا حكمان يعني الحكم الثابت بفتوى الحي هو حكم والحكم الثابت بفتوى الميت هو حكم ثاني حتى يكون الحكم الأول مثبتا لموضوع الحكم الثاني ليس كذلك كل منهما يكشف عن قضية واقعية جعلها الله تعالى وهي حجية فتوى الميت حجية فتوى الميت هذا ليس إلا كاشف قول الحي أو قول الميت ليس إلا كاشفا عن تلك القضية الواحدة ليست عندنا قضايا متعددة بينما في خبر الواحد لدينا قضايا متعددة كل خبر كل ثقة خبره حجة فتأملوا جيدا هناك فارق ومن هنا لما يكون كل خبر كل ثقة خبره حجة فالثقة الأول وهو الكليني أخبرنا بأن علي بن إبراهيم لديه رواية لما كان الكليني ثقة محمد بن يعقوب ثقة إذن بمقتضى حجيته ثبت الموضوع ثبت الموضوع وهو وهو أن علي بن إبراهيم قال كذا زين علي بن إبراهيم هو ثقة أو ليس بثقة ثقة عندما كان ثقة دخل تحت ماذا تحت قضية ثانية مستفادة من تلك القضية الكلية الخارجية التي تنحل إلى قضايا بعدد أفرادها يعني قول هذا حجة قول هذا الثقة حجة قول هذا الثقة حجة قول ذلك الثقة حجة قول هذا الثقة حجة لاحظت هكذا إذن تنحل إلى قضايا متعددة فقول الثقة الأول أثبت لنا موضوع قول الثقة الثانية والموضوع ينحل عليه ماذا يأتيه حكم وهو أن هذا حج لأن الثاني وهو علي بن إبراهيم ثقة فإذن قوله حجة هو هم يثبت لنا قول أبيه إبراهيم بن هاشم إبراهيم بن هاشم أيضا موثوق أو موثق أو بحكم الثقة فأيضا يثبت ماذا إذن يكون ثقة وإذا كان ثقة يكون ماذا محكوما بالحجية وهكذا كل واحد يثبت من قبله وعندما يثبت من قبله من قبله له حكم وهو الحجية فتأملوا جيدا قال ثم إنه يمكن أن يقرر المنع عن رجوع إلى الميت في جواز البقاء وعدمه بوجه آخر وهو أنه إذا رجع إلى الحي في مسألة جواز البقاء على تقليد الميت ماذا يحصل فالتقليد المأخوذ موضوعا في هذه القضية لا بد أن يكون في غير هذه المسألة لا يمكن أن يكون التقليد في نفس هذه المسألة لأن التقليد إذا كان في نفس هذه المسألة معناه أننا أثبتنا حجية هذه المسألة من ماذا من نفسها واضح لامتناع أخذ الحكم لامتناع أخذ الحكم في موضوع نفسه لا يمكن لا يصح أخذ الحكم في موضوع نفسه فيمتنع أن يفتي الحي بجواز البقاء على تقليد الميت في جواز البقاء على تقليد الميت هذا لا معنى لا نحن نرجع إلى الميت لإثبات جواز البقاء على تقليد الميت نستكشف جواز البقاء على تقليد الميت من فتوى الميت بجواز البقاء على تقليد الميت هذا لا معنى لا هذا دور يعني أن الحجة تتوقف على نفسها واضح؟ أو بحجة رأي الميت في حجية رأي الميت كيف يمكن؟ أن نتمسك بحجية رأي الميت لإثبات حجية ماذا؟ رأي الميت لا معنى له واضح؟ فلابد أن يكون موضوع الحجية غير هذه المسألة يعني باقي المسائل الصلاة، الصيام، الحاج، الزواج الملكية، البيع، الشراء هذه المعاملات الأخرى الأحكام الأخرى، القضايا الأخرى الأحكام الفقهية الأخرى واضح؟ غير هذه المسألة وهذا الإشكال قد أورد نظيره شبيه بهذا الإشكال في عموم حجية الخبر للخبر بالواسطة الخبر المباشر ليس فيه إشكال الخبر بالواسطة ليس خبر الكليني الخبر الثاني الخبر الثالث الخبر الرابع وليس خبر الحلبي لا، الأخبار المتوسطة واضح؟ واضح؟ قال وهذا الإشكال قد أورد نظيره في عموم حجية الخبر للخبر بالواسطة ودفع بما لا يضطرد في المقام ذاك الدفع، دفع الإشكال، حل الإشكال، يتأتى في مقامنا؟ يأتي في مسألتنا لا، يقول ودفع بما لا يضطرد في المقام، لماذا؟ لما عرفته من أن الخصوصيات الموجبة للاختلاف مثل خصوصية كون الميت زيداً أو عمراً ليست دخيلة في القضية الشرعية التي يرجع فيها إلى المجتهد، نحن نرجع إلى المجتهد ليتبات ماذا؟ لإثبات الحكم الإلهي الكلي وليس لإثبات رأي زيد رأي زيد في حد ذاته ليس له اعتبار إلا من باب أنه طريق إلى ذلك الحكم الكل وهو الحكم الإلهي واضح؟ هذا الحكم الإلهي لا ربط له برأي زيد أو رأي عمر أو رأي بكر أو رأي فلان أو رأي فلان هذا المرجع وذلك المرجع كل هؤلاء المراجع طرق ووسائل للوصول إلى ذلك الحكم الإلهي واضح فإذا خصوصية خصوصية هذا المرجع ليست دخيلة بينما خصوصية إبراهيم بن هاشم إذا كان ثقة دخيلة في هذا العنوان العام في هذا الحكم العام عندما نقول خبر الثقة حجة وإبراهيم بن هاشم موثوق أو موثق أو ثقة فإذا صار حجة أو نقول علي بن إبراهيم بعينه بشخصه بشخصه هو ثقة فإذا كان ثقة إذن كلامه حجة إذن خبره حجة لاحظتوا إذن تنحل إلى قضية خارجية تنحل إلى قضية خارجية وليست من قبيل فتاوى العلماء فتاوى العلماء ليست إلا طرق ووسائل لاكتشاف ذلك الحكم الكل الإلهي واضح فليست هي في حد ذاتها مجعولة الحجية لنفسها وإنما جعلت حجيتها لإثبات لكونها طريقا إلى ذلك الحكم الكل فالمكتشف بقول الحي هو نفس المكتشف بقول الميت إذا كان المكتشف بقول الحي هو نفس المكتشف بقول الميت يعني أن هذه القضية قضية واحدة ولا يمكن أن تثبت موضوع نفسها لا يعقل في هذه القضية الكلية أن تثبت موضوع نفسها واضح هذا الفارق قال ودفع ودفع بما لا يضطرد في المقام لما عرفت من أن الخصوصيات الموجبة للاختلاف بين الفتاوى ما يوجب الاختلاف ما هو شخص زيد وشخص عمر وشخص بكر وشخص هذا المرجع وذلك المرجع مثل خصوصية كون الميت زيدان أو عمران ليست دخيلة في القضية الشرعية التي يرجع أو يرجع فيها إلى المجتهد إنما نرجع إلى المجتهد لأجل أن نستكشف الحكم الإلهي والحكم الإلهي واحد وليس لم يجعل أحكام إلهية بعدد المراجع عندنا أحكام إلهية بعدد المراجع لا ولكن عندنا حجج حجيات متعددة بعدد الثقات هذا الرجل ثقة ذلك الرجل ثقة الثالث ثقة الرابع ثقة حجة هذا الثقة حجة الثاني الثقة حجة الثالث الثقة حجة وهكذا إذن الحجيات هنا متعددة بينما هناك لا تتعدد الأحكام بتعدد المفتين لا تتعدد الأحكام بتعدد المراجعة واضح لاحظت جيدا إشكال دقيق ومتين قال في القضية الشرعية التي يرجع فيها إلى المجتهد فيلزم المحذور المتقدم أننا نستند إلى هذه القضية الكلية وهي قضية جواز تقليد الميت لإثبات جواز تقليد زيد ثم الرجوع إلى زيد في إثبات هذه القضية لا معنى له كيف يمكن أننا من خلال قضية جواز تقليد الميت نقول يجوز أن نرجع إلى زيد وزيد يفتي بجواز تقليد الميت إذن نقلده في مسألة جواز تقليد الميت لا معنى له ولزم الدور يلزم الدور قال فيلزم المحذور المتقدم ومن هنا يظهر امتناع حجية رأي الميت في حجية رأي الميت من الواضح حجية رأي الميت لا تثبت حجية رأي الميت فكما يمتنع أن يكون ذلك بتوسط الرجوع إلى الحي يمتنع في نفسه أيضا بلا إشكال بلا إشكال الأول أوضح يعني لا يصح الإسلام هذا يصير الدور واضح بعد وأن امتناع ذلك في نفسه مانع من احتماله ليصح الرجوع فيه إلى الحي إذا كان هذا ممتنع إذا كان الرجوع إلى المجتهد الميت لإثبات حجية فتوى نفسه ممتنعا محالا إذا كان كذلك فالرجوع فلا يحتمل أن يكون جائزا محال المحال ليس بجائز لا يعقل أن الشارع المقدس يشرع المحال فلا يصح الرجوع إلى الحي لإثبات جواز ذلك لأن غاية ما يثبت بفتوى الحي هو التشريع ولا يعقل التشريع للمحال لا يعقل التشريع للمحال قال وأن امتناع ذلك في نفسه مانع من احتماله ليصح الرجوع فيه إلى الحي وإن كان يمنع من الرجوع فيه إلى الحي يمنع من الرجوع فيه إلى الحي ما عرفت آنفا من اجتماع تقليدين مترتبين في مسألة واحدة نحن في السابق بينا في الدرس السابق بينا أن لدينا دليلا يمنع من الرجوع إلى الحي والرجوع إلى الميت في نفس هذه المسألة قلنا أنه لا يعقل الرجوع في مسألة واحدة في مسألة واحدة إلى ماذا؟ إلى دليلين مترتبين يعني يستند تستند حجية الثانية إلى حجية الأول وإذا ثبت الحكم إذا ثبتت الحجية بماذا؟ بالحكم الأول فلا معنى بعد للرجوع إلى الحجة الثانية الثابت بالحجية الأولى لإثبات الجواز أيضا لا معنى له ويكون لغوة واضح كما بيناه سابقا فلا نعيد ومن هنا ومن هنا يظهر يقول كلام الماتن الماتن كلامه متين كما سنبينه في الدرس اللاحق والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد 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 وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآل محمد وآل محمد